بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لطلاب الصف الرابع لابتداء إن شاء الله نرضى معنا واحد عن ريم غزال وهو ريم غزال ولكن كلنا تبدأ مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام تعلم مع بعض أن نتعرف على الـ 2 بارغراف بالنسبة لبارغراف نمبر 1 ريم غزال ريم غزال are amazing ريم غزال are amazing يعني غزلان الريم طبعا amazing مزهلة they are beautiful يعني هي حيوانات جميلة they live in صحراء desert بتعيش في الصحراء they eat grass and leaves بتتغذى على العشب والأوراق they have hooves on their feet they have hooves يعني لا حوافر on their feet في أقدمها they have harness they have harness يعني لها قرون مرة تانية ريم غزال ريم غزال are amazing ريم غزال are amazing يعني غزلان الريم are amazing مدهشة أو رائعة they are beautiful they are beautiful they are beautiful يعني هي جميلة they live in صحراء desert they live in صحراء desert they live in يعني هي تعيش in صحراء desert في طبعا الصحراء they eat grass and leaves they eat grass and leaves يعني بتتغذى على العشب والأوراق they have hooves on their feet they have hooves on their feet يعني لا حوافر في أقدمها they have hooves on their feet they have harness they have harness يعني لها قرون they have harness يبقى ده بالنسبة لباراغراف إلا هو ريم غزال أجين ريم غزال are amazing ريم غزال are amazing they are beautiful they are beautiful they live in صحراء desert they live in صحراء desert they eat grass and leaves they eat grass and leaves they have hooves on their feet they have hooves on their feet they have harness ده بالنسبة لباراغراف بالنسبة لنقد مول رات نقد مول رات يعني اللي هو فأر الجلد العاري من اسمه كده have no hair يعني مالو الشعر نقد مول رات is amazing نقد مول رات is amazing يعني حيوان الفأر العاري is amazing يعني رائع ومدهش it lives in eastern africa it lives in eastern africa يعني بيعيش في شرق أفريقيا it lives in eastern africa it has big teeth it has big teeth يعني له أسنان ضخمة it has big teeth it has no hair it has no hair it doesn't get l it doesn't get l يعني هو لا يمر it doesn't get l it lives for a long time it lives for a long time وطبعا إدانا كده مدد السنة 31 years old يعني بيعيش حوالي واحد وثلاثين سنة again نقد مول رات is amazing نقد مول رات is amazing نقد مول رات is amazing يعني فأر القلد العاري is amazing يعني رائع it lives in eastern africa it lives in eastern africa it lives in eastern africa يعني بيعيش في شرق أفريقيا it has big teeth it has big teeth يعني عنده أسنان ضخمة it has big teeth it has no hair it has no hair يعني ما عنده شعر it has no hair it doesn't get l it doesn't get l يعني هو لا يمرد it doesn't get l it lives for a long time it lives for a long time يعني بيعيش لمدة طويلة it lives for a long time دب النسبة لفأر القلد العاري again نقد مول رات is amazing نقد مول رات is amazing it lives in eastern africa it lives in eastern africa it has big teeth it has big teeth it has no hair it has no hair it doesn't get l it doesn't get l it lives for a long time it lives for a long time يعني بيعيش لمدة طويلة وقلنا طبعا بيعيش لمدة طويلة يعني ممكن يوصل للمواحل وثلاثين سنة طبعا these are two paragraphs طبعا دول paragraphs عن the naked more red عن الفأر الجلد العاري وعندنا البراغراف عن ring gazelles طبعا دايما بوضع قرركم بhow to read paragraph well عشان نكتب البراغراف صحف ورقة الامتحان او في الورقة امتحان الشهري لو انطلب مني البراغراف بنسيب مسافة كلمة في بداية البراغراف وبنبدأ بحرف capital وبعدين في نهاية الجملة بنحطه فلسطوب وطبعا الجملة التالية بتكون من بعد فلسطوب مباشرة يعني الجملة بتكتب بصيغة يعني تسلسل او يعني متتبعة او متتالية برعا ان انا بسيب مسافة ما بين كل كلمة والتاني عشان يكون خطي منظم ومنصق واحصل على الفول ماركة على الدرجة الناحين يبقى احنا النهاردة كتبنا توبراغراف عن ring gazelles عندنا نجدمون رد مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة